السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering ومعكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي نبدأ بإذن الله في المحور الثاني Circuit Elements وسنتعرض خلال هذا المحور إلى النقاط التالية الجزء الأول محتوى Electrical Resistance يعني مقاومة المقاوم الكهربائي وسوف نتعرض في هذا الجزء إلى قانون مهم جدا خلال هذا المقرر وهو قانون الأوم وهو عبارة على قانون يجمع بين Resistance وهي مقاومة المقاوم الكهربائي قيمة التيار الكهربائي الذي يدخل لهذا المقاوم والجهد الكهربائي بين قطبيه يعني قانون الأوم يربط بين I والR والV وهو الجهد في المقاوم ثم بناء على قانون الأوم سوف نتعرف على قيمة power dissipated في الريزيستر وقانون power dissipated في الريزيستر سوف نرى فيه ثلاث قوانين مختلفة في الكتابة لكن لها نفس القيمة وهي power dissipated في الريزيستر ثم في الجزء الثالث سوف نتعرف خلال مثال تطبيقي مقاومات مقاومات series وparallel مصادر طاقة إما مصدر جهد أو مصادر تيار ثابتة سوف نتعرف من خلال مثال تطبيقي كيفية قراءة واستخراج الجهد قيمة الطيار الكهربائي وقيمة الpower في الدارة الكهربائية في الجزء الرابع سوف نتعرف على مفاهيم وهي النود branches loops and meshes وهذه المفاهيم الأربعة سوف نحتاجها إما في قانون الكيرشوف أو في المحور الذي يليه في المحور الخامس سوف نرى قانون الكيرشوف هذا القانون المهم الثاني بعد قانون الأوم سوف نرى إذن قانون الكيرشوف قانون الكيرشوف ينقسم إلى قسمين كيرشوف current low وسوف نرمز إليه إلى KCL السي وهي current و كيرشوف voltage low وهو الكيفي أل هذان الأثنان يدخلان تحت قانون الكيرشوف ومن قانون الكي سي أل وقانون الكيفي أل سوف نتعرض إلى تجميع المقاومات السيريز والمقاومات البارالل وقانون الفورتش ديفيجين يعني تقسيم الجهد الكهربائي وتقسيم التيار الكهربائي وهو الكيرين ديفيجين والفورتش ديفيجين والكيرين ديفيجين كلاهما يندرج تحت قانون الكي سي أل والكي في أل ترجمة نانسي قنقر